اهلا بحضراتكو وااسف ان انا بقى لي فترة طويلة ما طلعتش قلت حاجة او علاقت على اللي بيحصل بس يعني بنخليها تجميع كده عشان الواحد يبقى فيه كلام يتقال بدل ما يبقى هاري على الفاضي الواحد يحاول يقول حاجة جديدة او يبقى اضافة للناس اللي بتسمع وخصوصا الناس اللي في مصر حبا يبنى عين اللي لسه شغالين بالباقة ربنا يفك ازاي انا اكده وايه ويتبقى انترنت اا غير محدود دلوقتي فيه كم حاجة حصلوا في الاسبوع اللي فات اولها قرار مصر ان هي تسحب قوتها من مالي عشان بس برضو نخش في الحتة بتاعة البزنس بتاع اليونايتد نيشنز عشان ده بزنس عند قيادات الجيش بزنس لان هو اليونايتد نيشنز بتدي له الفلوس وهو بينقط الظباط وصف الظباط اللي بيطلعوا قوة حفظ السلام او مرأبين دوليين او 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 مصر مصر فيها حوالي تلات تلاف اا زابط احتمال يكون فيه صف كمان اي شغالين تبع الامم المتحدة زمان على ايام مبارك حنقول المبلغ ده اكيد زاد شوية بس على ايام مباركة الامم المتحدة بتدفع على كل زابط تلات تلاف دولار الزابط بياخد من نوم سبعمية وبابا طنطاوي وبابا حسني وشلة العزباجية بتاعت المجلس العسكري بيقسموا الباقي عليهم وهو كله طبعا بالدولار فلما تيجي تضرب تلات تلاف فرص في الفين دولار يعني فيه نصف مليون دولار داخلين كل شهر ده كده ده كده حاجة يعني اللي هو ايه يعني ما ناخدش ان ده هو ده هم ده اللي هم عايشين عليه دي نواية لبتسند الزير فهو يعني ليه مصر بتبعت لان ده هل ده فيه اي استفادة للدولة لا الدولة ما فيهاش اي استفادة غير ان هي بتبقى زي البلاد التانية اللي فيها المواطن البني رخيص فبيقوموا بعطين قوات حفظة سلام من البلاد اللي فيها المواطن البني الرخيص ودي تقدر تخش تشوف اه حجم القوات بتاع البلاد اللي فيها المواطن البني الرخيص وحجم القوات بتاع البلاد المحترمة وبعدين البلاد محترمة بتلاقي البلاد المحترمة دي مثلا السويدن النرويج فنلندا الدنمارك مش عارف ايه بتلاقي اتنين هنا تلاتة هنا لكن احنا عندنا بتلاقي العدد في اللمون اه فمالي مالي فيها اه كل الحكاية خمسة وعشرين اه زابط جيش ما فهمش كتير لكن فيها مية اربعة وستين زابط شرطة طيب من اول السنة دي لحد دلوقتي فيه مات سبعة هناك طبعا لا انت سمعت الله يرحمهم ولا استشهد احد افراد قوتنا في قوات حفظ السلام في مالي ولا بتسمع اي خبر عن مرة واحدة عرفت ان احنا عندنا قوات في مالي تعتبر هي تاني بالعدد بعد فرنسا لما لما سمعت ان مصر هتنسحب عن طريق القوات الدولية والاخبار اللي جاية عنها ان مصر قررت ان هي تنسحب فساعتها بس بتعرف ان انت مقطف يعني ساعتها بس بتبقى فاهم ان انت يعني ما ما تعرفش حاجة عن البلد كل حاجة مين اللي خاد قرار بارسال القوات مين اللي خاد قرار ترجع القوات مين اللي قال يتكتم عن الناس اللي بتموت هناك سبعة بس من اول السنة دي الغريبة الغريبة ان مالي الدولة الخارجة عن السيطرة اللي فيها قلاقل وفيها ارهاب وي 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 يموت فيها سبعة مصريين من اول السنة بغاد دلوقتي ويقول ما يجوش مسلا طلع واحدة في سينة على ارضنا وفي بلدنا وكل حاجة عشان تعرفوا حجم الضمار اللي تعمل في سينة عمل ازاي يعني ان انت قوات بتاعتنا تتقتل بالحجم وبالكميات دي في سينة لا يا جماعة ده مش ده مش ارهاب ده مش ارهاب ده ارهاب ده قوات شبه نظمية كده ما بقاش ارهاب وخصوصا وخصوصا ان ده احلان على طرف بشغله جوا سينة في فيديو تقدر تروح تدور عليه تكتب ده احلان سيناء وستجد ما يصورك من بق ده احلان مش مامي اللي جاية تقولها يعني والحاجة التانية ان الاستمرارية وان حتى لما فرنسا الفضايح بتاعت مصر ان فرنسا عرضت على مصر المساعدة في القضاء على الارهاب في سينة هقولها لأ خليكنت في الصحراء الغربية اللي فرنسا اعترفت ان فيها خمسة واربعين الف واحدة قطرة للحدود اغلبهم مش ارهابين مهربين سجير وحاجات زي كده. وامريكا اعلنت ان هي شركة مصر في عمليات جوا سينة بتعتقد او اه ومش بتعتقد هي بتندم عليها لان هي فيها اه ما شابه يعني ايه اللي دوس على حقوق الناس وان فيه ناس بريئة اتلتون وان فيه عمليات ضد مدنيين ما كانش المفروض تتعمل حاجات من النوع ده. فالعميل الخاين بياخد قواتنا بيطلعها مالي يعني هزها تجيب رزقها ولا مش عارف مش بنقول حاجة زي كده ايه خليها تهزها تجيب رزقها ولا حاجة زي كده اه فهو طلع مطلع طقم العوالم علشان يلم النقطة وهو ياخد الفلوس ويدلهم الحسنة بتاعتهم هو الحسنة بتاعتهم حلوة بالنسبة لهم لان الموضوع برضو اه لما تيجي يتفكر في زبط دي اخد له ايه تمان عشرة اتناشر الف يعني ده رد بقى عليه شوية اخد له اتناشر الف جنيه ولا عشر تلاف جنيه ولا تلاتاشر الف جنيه لما يجي ياخد عليهم حيفضل المرتب ده ماشي لما بيطلع بقى القوات الدولية المرتب بتاع مصر ده بيفضل ماشي وبينزل عليه المرتب بتاع الامم المتحدة اللي هو مسلا يخش له سبعمية دولار تمنمية دولار خمسمية دولار معرفش بقى بصراحة مسألتش حد علشان ما كونش بافتي عليكم يعني بس المبدأ واحد هو ان الضبط بياخد الحسنة بتاعته والباقي اكتر من التلتين بيروح للقيادات اه نخش في المؤتمر بتاع الشرق الاوسط بتاع العربي المؤتمر العربي الامريكي اه في في صور بتكون قبلة من كلام كتير يعني مسلا الصورة الختمية للمؤتمر لما تلاقي ان اللي وقفين في النص اه مالك السعودية ورئيس امريكا ده طبيعي دي الدولة المضيفة وده المعلم الكبير تمام وقف جنب رئيس امريكا اه بتاع البحرين وبعدها المقطف سيسي تخيل بتاع البحرين بص الحاجات دي الترتيب ده جماعة ده مش ده ما بيبقاش صدفة ده بيبقى ترتيب اه من الاهم من الاقل اهمية فالموضوع ده داخل في حاجة كمان سنسا جايلكم جايلكم في السكة فنمر اتنين جنب اه بايدن كان بتاع البحرين اقصر من السيسي والله انا مش بتكلم عشان اسره انا بتكلم على يعني هو هتلاقي اه بايدن وبعدين واحد اقصر من السيسي وسيسي فرحان جدا وبعدين السيسي هو السيسي ما تفرقش معها هو واقف فين هو بس الحمد لله ان ايه ان فيه حد جيشة للطول عنه يعني وبعدين الناحية التانية بتاع الامارات وسلطنة عمان انهاري السود امارات في اخر الصورة كده لا ده الامارات العيب تقيل يعني زيها وزي قطر وزي السعودية بس علشان المشاكل ما بين السعودية والامارات فدي تصغير من محمد بن سلمان لمحمد بن زيد بشكل قليل الزوء مقصود وجنبيه بقى في الاخر خلص عمان اللي هو اصلا محدش يعرف عمان قاعدين قفلين على نفسهم يا معلم والدوني هناك تمام التمام وعايشين حياتهم على البحر وناس طيبة جاء على فكرة العمانيين تحفظ خطار يعني قابلت لو ربنا كرمك كده قابلت واحد عماني فتعرف يعني ايه ناس بقى اللي هتاعت زمان النضيفة من جوة الطيبة دي اللي هو مفيش حاجة لسه والسخطة خالص لسه تحطت ايدك من سنة الف وتمنمية تلاتة وستين هم هم الناس دي عمان دي الناس اطيب من الطيبة واي حد قابل عمانيين عارف انا بتكلم فيه كويس فدي شكل الصورة طبعا الناحية التانية قطر كانت وقفة تالت واحد بس الملفت في الموضوع ان سيسي راح راح عمل كلمة بتاعت مصر والله يا جميع يعني انا حبيته يعني لو كان عمل بس ربع اللي هو اكلم فيه ما كانش زماننا بنعمل فيديوهات دلوقتي ونعلم على اللي جابوه يعني الراجل قاعد يقول كلام عن الديمقراطية وان كل الناس ده خلا مع بعض وان كيف تبنى الامم وان الديمقراطية اهميتها ايه واعمال يبضع الناس في مصر يعني هو ليك اللي تجننك في الموضوع ان هو اعمال يقول كل الحاجات اللي هو ما بيعملهاش طب ليه ما بيعملهاش انت اتخش بقى ده ده كلمة الله ده ربنا بيقوله ومصر بتبعت لنا معاه وحاجة خيصة في حفلة عنده في البيت واحد عارف هو بينام فين عشان كده ما بيقولش الحد ملايكة طلع داخل او حدش عارفوا لمهم مهم قالت كلمة للعالمية وقاعد تصور جنب جنب بايدن اللي طبعا اصلا هو السنهار ده اللي حد بعد الظهر خلاص يا جماعة احب اقولكم ان بايدن نسي كل اللي حصل امبرح بايدن عنده وقال زهاي مرشاد بايدن ما بعرفش امه من اخته من مراته ده بجد يعني بيتلغبط حرفية بايدن بيسلم على الهوى يعني ممكن يبقى بيعمل لقاء كده ويقوم ما دي 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 وسلم على حد مش موجود فتخيل اللي هو بقى حيفتكر مين من اللي كانوا موجودين بيسلم على الناس اللي مش موجودة لا لا بايدن هربانا منه خلص يعني انا بايدن انا من الناس اللي انتخابت بايدن براغم ان انا كنت مبسوط من الاداء الاقتصادي جدا جدا للفترة بتاع ترامب ولكن الواحد غلط غلطة ان ترامب كان بيدعم سيسي فالواحد حط المصلحة الخارجية على المصلحة الداخلية وروح لانتخابنا بايدن جبنا واحد دماغه مفاسية تماما هربانا منه مش فيه اصلا بيحصل وسبنا ترامب بس يعني انا لا هنتخب الديمقراطيين تاني ولا هعبرهم بنكلة يعني خصوصا بعض الاداء السيء جدا جدا من بايدن ولكن فيه ناس بتقولك هو بايدن وحقول انسان جميلة جماعة حقول انسان والحاجات دي كل ده طول ما مفيش تعدي على مصلحة المواطن والشعب والدولة الامريكية كله حاب يدور على مصلحته افهموا دي ما فيش حد هيدور على مصلحتك اللي انت مصلحتك دي بتاعة الملكية دي مصلحتك انت اللي تدور عليه تمام فيش حد بيدور على مصلحتك كل واحد بيدور على مصلحتك فرئيس امريكا اولا حيتكلم في حقول انسان وهيدغط وهيعملوا الكلام ده كله لكن يوم ما هتيجي اه المواطن الامريكي البنزين عمالي يغل عليه ومش عارف يلم الدنيا والاقتصاد حيدرب منه لا هو بلده والشعب بتاعه اولى عنده من اي حد في الدول بما فيه حقول انسانه انا مش بتكلم في صح وغلط انا بتكلم في في حاجة هي هو ده الامر الواقع هو ده اللي احنا كلنا عايشينه كل حقول انسان ودور على تمام انت النهاردة رأي انا مسلا رجل بحب الحيوانات وبحاوضها طب طبع اليوم واجيب اكل الحيوانات البرية واكلها واحبها مبسط وما بقية ما اعتقدش ان انا بقضي وقت اسعد من الوقت اللي بقضي مع الحيوانات دي بس ده انا عشان انا عمدي مساح لو انا دلوقتي واحد دازل عليها بالكارابيج ومش لقى اكل وطلع عين امي ومش عارف اعمل ويوي هدور على مصلحة الحيوانات ازاي من ادور على حقي الاول هلازم ادور على نفسي الاول وبعدين لما لقى النفس يبقى خلاص كده انا وصلت المرحلة تمام ساعتها الواحد يبع عنده الكاباستي او القدرة او المساحة ان هو يقدر يشارك في حاجات تانية بعيدة عن المصلحة الشخصية لكن وقت الجد المصلحة الشخصية اهم حاجة ان الواحد يدور على مصلحته قبل ما يدور على مصلحة الحيوانات اللي في البرية تمام وهو ده نفس الحكاية ما احترام يعني انا مش بكلم مش بقول ان احنا حيوانات انا بقول ان هو دلوقتي مصلحة بلده بتيجي قبل اي حاجة تمام فده حتة حول انسان وانا بقول لك كده انا مش هنتخبه انا اصلا سجلت نفسي ان انا اه جمهوري اعتبارا من الانتخابات اللي فاتت رحت انتخبت اه وانا كنت لسه في تكساس ساعتها رحت انتخبت كل الطاقم الجمهوري المرشح من الحزب الجمهوري يعني حتى ما تعبتش نفسها ده ادور على الناس انتوا عايزين دول طب انا هنتخب لكم دول مش حبا في البمهوريين هو بالعند في الديمقراطية تمام فالنتيجة بتاعت اللقاء هي كلها النتيجة كلها تمت في النتيجة كلها تمت في في اسرائيل في في الاتفاقية اللي ما بين اسرائيل وامريكا هي دي اللي تم فيها الكلام الشغل الكبير كل اللي انتوا شايفينه ده دي نصبايا ليه علشان محمد ابن سلمان عايز يقول للعالم انا جبت بايدن تحت تحت رجلية تحت ادية خطيت عليه تمام ليه لان هو كان بيقول السعودية دولة منبوزة ومحمد ابن سلمان ده قاتل خشقجي والحكاية والرواية والقصة وكل الكلام الظريف ده فمحمد ابن سلمان عايز يقول ان هو تقيل او ايه لدرجة ان هو خلى امريكا تنخ هو خلى امريكا تنخ بس هو ما عرفش ان امريكا ما متفوتش فامريكا نخت النهاردة تمام الامريكان عندهم حاجة ظريفة او جارة يمكن الناس اللي شغالها في الكوربرت عارفينها الامريكان غير صدميين ما عندهمش حتة الصدمية ما يصطدمش معك يرقاد لك الامريكان يرقاد لك ما يصطدمش واي حد اشتغل في كوربرت عارف الفاهم اللي انا بقوله ده في كوربرت امريكا مفيش صدام مفيش مفيش تنين بيزعقوا لبعض في انت اكلتاني النهاردة كده قدام النياس او عملت فيها العاملة دي وعلمت علي والكلام ده اه صح انت اندسرت بس اما نشوف مين هيكمل في الشركة الاخر السنة الكلام بيبعمل كده يعني ودي حاجة انا شفتها بعناي بس انا مش هخش فيها بس عشان فيها حاجات بتفكرني بحاجات دايقتني بس ما علينا اه ففاكرة ان هو القيادات جات قعدت معايا بما فيها السيسي هو انتو لو خدتوا بالكوا يا جماعة اه رئيس امريكا قعد في مكانه ورقصاء داخلين ورقصاء خارجين فانا مش عايز الكل واحد داخل ياخد الخمس ده عشان يقول قدام شعبه ايوة بص انا قابلت بايدن واخدت الدعم البيضاني والكلام ده كله هل حصل كلام على اي دعم اقتصادي لمصر حصلش هل حصل هل اصلا كان فيه مجال للشحاتة هو شحاتة ابو كاف كان راكب الطيارة ورايح وفاكر ان ايه ان هيلقوا اكشاك الا اتي ام فتحة انا بس صراح ان هو لقى نفسه بس محطوط في صورة وحبي يعني يعمل لنا الصدور فطول الكلمة بتاعته اطول من اللازم والعربي مش عارف يقراه وحاجة تعبولي البولي خالص يعني وزي ما كنا بنقول زي ما كنا يا سيسي بيغنيو لك في حربية زمان فاكر يا سيسي لاغني اللي كنت بيغنيها في حربية اطلعت الامر على بطة وانزلت حلق ظلا بطة يا عيني يا عيني على البطة يا سيدي يا سيدي على الظلا بطة نعيما يا سيسي شكرا الله حالا 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 حالا